ونبقى مع منافسات ألعاب القوة حيث أضاف فريق البحرين لتتابع السيدات ميدالية ذهبية جديدة بعد فوزه في سباق أربعة في أربعمائة متر ونجح الفريق الربعي المكون من مونة سعد وأولكيمي ديوكا وزينب موسى وسل وعيد من التقدم على فريقي الهند وسرلانكا وانهين السباق في زمن وقدره ثلاث دقائق وسبع وعشرين ثانية وخمس وستين جزءا من الثانية وبهذه النتائج رفعت مملكة البحرين حصيلتها إلى خمس عشرة ميدالية ملولة منها تسع ذهبيات وفضية واحدة وخمس برونزيات